مهم جداً أننا نعلم أولادنا الجديدة اللي بيحصل في العالم عشان يبقوا updated يعني بس في نفس الوقت لازم يكون في معايير معينة نتبعها فإزاي أعلمهم أهمية أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام لكن في نفس الوقت أحجم ده من غير ما أديهم بفرصة أنه يبقوا حياة مفتوحة طيب الأكاديمية الوطنية للعلوم في استراليا معت صحة نفسها في كندا كل الطب النفسي وعلم الأحصاب في أمريكا كلهم اجتمعوا على مصطلح اسمه السم الجميل زجال الاصطناعي عمله زي السم الجميل ما إيه يعني إيه السم الجميل قد يبدو لأنه هو رائع بس هو لأضرار كتيرة جداً جداً مع عدم التواجد الأب والأم أثناء متابعة الحاجات دي طيب إيه الحاجات الكويسة فيه أنا وجهة نظري إن احنا بيعلمه أنواع الزكاءات المختلفة ابني كان عنده زكاء لغوي بيحب التأليف بيحب اللغة العربية بيحب إليه وايكتة قصص بفيه تقنياته فيه أكتر من أبليكيشن بيعلمه الزكاء اللغوي ده كواس جداً فيه حاجات خاصة بالزكاء الحسابي فيه ممكن تعملي أكتر من مقياس للايكيو تست تعمليه فيه حاجات بتنبهك فيه حاجة اسمها الشخص الذي ينتحر وإيزاء النفس الغير انتحاري اللي هو مش قصه ينتحر اللي هو الاضطراب المصطنع ممكن يشخص ده من خلال استمارات أو استبيان أو مقياس بيبدأ يقدمه لك ممكن يعمل دعم نفسي لأنواع الصدمات النفسية التي قد تحدث فده كل ده كواس جداً الفكرة بقى فيه اعتمادك عليه ولا حسب السن فإحنا دائما بنقول اللي فيه أمراض حصلت مؤخراً أو طوارئ سلوكية زي التأخر في النطق ADHD فرط حركة صعبات تعلم حاجات أوتستيك حاجات كتيرة جداً من ديسليسكيا، ديسكرافيا وصعوبات الحساب وحاجات كتيرة جداً ظهرت مؤخراً تشتت الانتباه نقص التركيز التصمم الرصاص كل الحاجات معتقد كل الحاجات دي كنا نتكلم عنها لما الطفل بيتعرض فترة طويلة للتلفزيون ومن بعده الفيديوهات فهل فيه جديد طيب بالنسبة لزكاء الاصطناعي؟ جديد عدد جلوسه أو مشاهدته للزكاء الاصطناعي يعني الفترة الطويلة دي مشكلة أو ده التخوف اللي احنا هنبدأ نقضي قدام هذه الشاشات هي جميلة جداً حتى احنا كنا بنقول ان التعلم عن بعض حتى في المدارس هو رائع بس الحد قد إيه؟ علشان لو احنا بنتكلم عن الصغيرين لحد خمس سنين المصارات العصبية التي تنمو للتركيز والانتباه والآي كيو المادة رمضية تحت المخ كل ده مهم جداً عدينا خمس سنين هيبدأ غزبر عنه هيبدأ يجيله تشتت ونقص تركيز هيبدأ المعلومات هتوصل لباكرة قصيرة المادة مش طويلة المادة